إسرائيل غاضبة وتستخدم كل أوراقها للضغط ومنع فتح أي تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في العدوان الأخير على قطاع غزة يمنة وشمالا يتحرك بنيمين تنياهو دبلوماسيا تارة يشرح خطورة فتح هكذا تحقيق وتارة يبرر موقف إسرائيل الرافض وتارة يهدد ويتوعد في بداية الأمر بعث نتنياهو رسالة إلى باراك أوباما ثم اتصل بوزير خارجيته جون كيري ليقرر بحث الموضوع كذلك مع رئيس حكومة اليابان ووزير خارجية كندا الذين يزوران إسرائيل حاليا وفي نهاية المطاف لم يملك سوى أن يوجه رسائل إلى كل من رؤساء حكومات بريطانيا وألمانيا أستراليا وكندا يطالبهم بصفتهم أعضاء في محكمة الجنايات الدولية بقطع تمويل عن المحكمة في حال استمرت على موقفها وفتحت تحقيقا في الجرائم المرتكبة على أرض غزة إن قرار المحكمة الدولية ببدء تحقيق ضد دولة إسرائيل يعتبر ذروة النفاق وقلب العدالة رأسا على عقب وفي مقابل الحنق الإسرائيلي أبدى مسؤولون فلسطينيون تفاؤلهم عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن فتح التحقيق الأولي خصوصا وأن ممثلية للدعاء أكدوا في بيان أنهم سيبحثون في الأمر باستقلال تام وحيادية هذا يبعث برسالة لإسرائيل بأنها لم تعد تتمتع بمعاملة تفضيلية استثنائية تتيح لها الإفلات من العقاب وممارسة سياسة القوة ينبغي معاملة إسرائيل مثل الدول الأخرى في العالم وينبغي أن تحترم القانون وأن لا تكون فوق القانون حركة المقاومة الإسلامية حماسية الأخرى رحبت بالخطوة واعتبرتها إيجابية وغير مسبوقة وتعطي بارقة أمل للشعب الفلسطيني حسب فوز برهوم في أن يرى قيادات الإجرام الصهايين يحاكمون في المحكمة الجنائية الدولية وستعمل المحكمة من خلال تحقيقاتها على تقييم مجريات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة بين يوليوز وغشت الماضيين والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطينية